إنه الثامن من آب ذكر انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في الرابع من أيلول من عام 1980 بقصف إيران المخافر والحقول النفطية العراقية وغلق مضيق هورنوس في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في شط العرب والتنصل عن الوفاء بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين البلدين رد العراق جاء بعد ثمانية عشر يوما بقصف القوات العراقية أهدافا استراتيجية وعسكرية في العموق الإيراني اتجهت العلاقات بين العراق والنظام الجديد في إيران نحو مزيد من التأزيم والتشنج منذ بداية وصول الخمين إلى سدة الحكم عام 1979 من خلال رده المتعالي على رسالة الحكومة العراقية المهنئة بنجاح ثورة الخميني ثم حديث أركان نظام الجديد عن تصدير الثورة الإيرانية إلى دول المنطقة ومنها العراق وأن طريق تحرير القدس يمر بكربلاء أولا وهو ما أثار مخاوف دول المنطقة من التوجهات والنوايا الإيرانية رفضت إيران كل المبادرات العربية والإسلامية والقرارات الدولية القاضية بوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم وتأسيس علاقة حسن جوار جديد بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الجارين وأصر الخميني على مواصلة هذه الحرب حتى إسقاط النظام العراقي وتأسيس نظام طائفي على غرار نظام ولاية الفقيه ولما اقتنع الخميني باستحالة بلوغه هذا الهدف بسبب الصمود العراقي والانكسارات العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها القوات الإيرانية في جبهات القتال اضطرت إيران متجرعة كأس السم وفق تعبير الخميني نفسه للقبول بالقرار الدولي بوقف إطلاق ذي الرقم خمسمائة وثمانية وتسعين في الثامن من آب من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين منهيا الأحلام الإيرانية بالتوسع والنفوذ في العراق وغيره لكن الغزو الأمريكي للعراق عام الفين وثلاثة أنعش هذه الأحلام من جديد ومنح إيران الفرصة الذهبية للانتقام من العراق وشعبه عبر أدواتها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي عاثت في العراق قتلا واغتيالات وخطفا حيث قتلت هي وقوات الاحتلال نحو مليوني عراقي أو أكثر منذ العام الفين وثلاثة وحتى اليوم لكن ثورة تشرين التي تفجرت في تشرين أول الماضي كانت نقطة نفصلية أخرى في سياق المواجهة مع إيران حيث هاجم ثوارها خامنائي وبقية رموز ولاية الفقيه وأدواتهم من الميليشيات وفرق الموت وأحراق مقرات الأحزاب الموالية لإيران في بغداد وجنوبي العراق هاتفين ضد التدخل الإيراني في العراق إيران بغداد وجنوبي العراق